فيما يخطو الجنرال الهولندي نحو ميناء الحديدة يخطو المجتمع الدولي خطوة جديدة على طريق تطبيق البند السابع في اليمن إنه كبير المراقبين الأمميين باتريك كاميرت المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بالبدء في مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة في الحديدة لفترة أولية مدتها ثلاثون يوما وصول كاميرت يأتي غدا تقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بإرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة القرار 2451 الذي اتكأ على المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية أكد رغبة المجتمع الدولي وتوجهه للتدخل في واحدة من أكبر المأسي الإنسانية في العصر الحديث ما تقول المؤشرات إنما قبل استوكهولم ليس كما بعده وأن ميليشيا الحوثي قد تقف هذه المرة في مواجهة الأمم المتحدة وأدواتها على الأرض فدخول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في خط الأزمة اليمنية يجعل منها اللاعب الرئيس في ميناء الحديدة وبحسب مراقبين فإن المشكلة لم تعد مشكلة الحكومة والتحالف بقدر ما أصبحت الآن بين الحوثي الذي يقف في مواجهة الأمم المتحدة والعالم غير أن التساؤلات التي لا تزال تثار عن أسباب تدخل المباشر للأمم المتحدة لأول مرة وما إذا كان يعد هذا الأمر سحب التفيض الدولي من الخليج والتحالف بعد إخفاقاته المتكررة والأكثر فداحة على الأرض لكن ما هو مؤكد أن هذه الخطوة إذا ما كتب لها النجاح فإنها ستعصم ميناء الحديدة من استمرار نهب الميليشيا له واستثماره كمنفذ لتهريب السلاح والأبعد من ذلك هو حمايته من عبث دولة الإمارات تظل مؤشرات تحول الأزمة اليمنية مرهونة بالأيام القليلة القادمة إذا ما كان عزل الميناء عن سلطة الميليشيا والتحالف يمثل أول اختراقا للأزمة اليمنية وما إذا كان الحوثي سيرضخ لهذا الأمر وإذا لم يرضخ فمن سيواجهه وما إذا كان هذا النجاح سيعزز خطة المساعدات المعلن عنها والإسهام المالي والإشرافي لضمان وصول المساعدات في الوقت الحاضر يمضي طرف الأزمة كل له تفسيره وتأويله الخاص بالتسوية إلا أن المؤشرات تقول إن الإجراءات الأممية قفزت على كل الطرفين وعلى آمالهما معا ودون ذلك يرى أبناء الحديدة أن نجاح هذا الاتفاق سيعصم دماء أبنائها وما تبقى من المدينة من دمار ليكون النصر الأقل كلفة في تاريخ مواجهة الإنقلاب أو هذا ما يراه أبناء الحديدة على الأقل ترجمة نانسي قنقر